بالقوة هذا ليس واردا في حساباتنا ولو كنا نود أن نجأ للقوة لما لجأنا إلى التغيير أصلا لم تكت تنظي ساعات قليلة على تصريحات الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي الذي أكد فيها أن المجلس لن يفضل اعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم بالقوة حتى بدأت محاولات لفعل ذلك بحجة تنظيف المكان والتي وصفها المعتصمون بالواهي تجمع المهنيين أحد أبرز الجهات الرئيسية في احتجاجات السودان أكد محاولة فضل اعتصام ووجهت تجمع نداء عاجلا للمواطنين دعاهم فيها إلى التوجه فورا إلى ساحات الاعتصام لحماية الثورة ومكتسباتها كذلك أكدت وسائل إعلام سودانية الأمر وقالت أن قوات من الدعم السريع مسحوبة بقوات من الجيش السوداني حاولت فضل اعتصام حيث شرعت جرافات تابعة لها بإزالة المتاريس لكن المعتصمين تصدوا لها ويواجه قادة المجلس العسكري في السودان ضغوطا كثيفة من المحتجين ومن حكومات غربية لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية فيما لا يزال ألاف المتظاهرين معتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم لليوم العاشر على التوالي فبعد توجيه قادة الاعتصام والتظاهرات مطالبهم للمجلس العسكري دعا تجمع المهنيين السودانيين المجلسة إلى الشروع فورا بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية وطالب التجمع أيضا الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة بالقبض على البشير وقادة جهاز الأمن والاستخبار وإلى أن يستجيب المجلس العسكري لنداءات ومطالب الشعب المنتفذ على الطغيان الذي حصره وخنقه لعشرات السنين يبقى الأمل الكبير معقودا على مواصلة السودانيين الصراخة بوجه كل من يحاول سرقة أحلامهم الكبيرة ترجمة نانسي قنقر